أفاد مراسل العربي بتنفيذ الطائرات الإسرائيلية سلسلة غارات استهدفت عيد الشعب وأطراف بلدات ياطر وحولة وكفر كلا جنوب لبنان للمزيد الآن معنا من أبري السقي جنوب لبنان مراسل التلفزيون العربي محمد جبارو مرحبا بك محمد إذن مجموعة من المناطق في الجنوب لبناني تتعرض لقصف إسرائيلي جديد تفاصيل بدر بالفعل منذ نحو نصف ساعة يحلق طيران الحربي والمسيرة الإسرائيلي في مناطق جنوب لبنان وبحسب المعلومات فقد شن سلسلة من الغارات المتفرقة على عدد من المناطق بين القطاعين الغربي والأوسط مسيرة إسرائيلية استهدفت أطراف بلدات ياطر وبلدات الزبقيين إضافة إلى ذلك في القطاع الأوسط وبين بلدتين عيتا الشعب ورميش غارة للطيران الحربي الإسرائيلي أطراف بلدة حولة في القطاع الشرقي أيضا سجلت غارة في هذه المنطقة وأخيرا أيضا في القطاع الشرقي أطراف بلدة كفركلة لجهة بلدة العديسي أيضا استهدفت من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي بغارة ولكن بدر عموما كان هناك ترقب في لبنان إن كان هناك أي مؤشرات لتغير في التكتيكات الهجومية الإسرائيلية وذلك عطفا على التطورات العسكرية والأمنية الميدانية على طول هذه الجبهة وكذلك التهديدات والاجتماعات الإسرائيلية الأخيرة ولكن يمكن القول بأن سلسلة الغارات هذه ليلا لم تحمل أي جديد تقريبا منذ أسابيع أو حتى أشهر ليلا عادة ما يشن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة واسعة أحيانا من الغارات في بعض الأحيان تصل ليلا إلى نحو عشر غارات تستهدف مناطق متفرقة من جنوب لبنان ولكن مرد هذا القلق إن كان نتحدث بالمعنى السياسي أو حتى المعنى الشعبي هنا في جنوب لبنان ونتيجة التطورات التي حصلتها التهديدات الإسرائيلية خصوصا أنه اليوم كان هناك اهتمام بالغ في الإعلام المحلي اللبناني بالتصريحات الإسرائيلية تناقل التصريحات التي تدعو إلى حرق لبنان أو حرق بيروت ونذكر هنا أن هذا الشهر هو ذكرى اجتياح العاصمة بيروت في العام 1982 وبالتالي له رمزية معنوية هذا الشهر وهذه الذكرى وما أضاف أيضا إلى هذا المشهد التعقيد هو ما كشفته أحد الصحف صباحا اليوم من أن لبنان طلق تهديدات عبر قنوات غربية من عملية عسكرية إسرائيلية وبأن بريطانيا حددت منتصف هذا الشهر كموعد لهذه العملية وهو ما رد عليه منذ قليل أيضا المكتب الأعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب مقاطي نفى هذه المعلومات وأكد أنه لم يتلقى أي اتصال أو أي تحذيرات غربية وأنه مكمل في إجراء اتصالاته الداعية إلى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتهديئة في جنوب لبنان عموما التصريحات التي تصدر عادة من الحكومة اللبنانية وأيضا من قيادات حزب الله لا تزال عند المربع الذي يشير إلى أن هذه الجبهة هي جبهة إسناد وبأن أي تطور في قطاع غزة أو وقف العدوان في قطاع غزة حكما سينعكس على هذه الجبهة وبالتالي هناك ترقب لمسار المفاوضات الأمريكية التي تتولها الولايات المتحدة الأمريكية ومصر وقطر ويعتقدون هنا على نطاق واسع بأن التعقيدات أو التطورات الأمنية على هذه الجبهة مرتبطة ارتباط وثيق بجبهة غزة ولم تخفي بعض أصلا الصحف المقربة من حزب الله قبل أيام حديثها عن أن توسيع حزب الله قبل أيام لرقعة العمليات التي ينفذها باتجاه الجليل أو حتى باتجاه الجولان هو مسعى لرفع إسناد قطاع غزة في هذا التوقيت الضقيق سياسيا بدر شكرا جزيلا لكم محمد شبارو بجنوب لبنان شكرا